السلام عليكم ورحمة الله أحداث عام 2021 كانت أحداث غير طبيعية بالمرة كانت أحداث استثنائية باتفاق الجميع الظواهر الكونية الربانية اللي هم بيسموها الظواهر الطبيعية وهي مش طبيعية بالمرة ضربت العالم تقريبا في أماكن كثيرة جدا نالت أوروبا وأمريكا وبعض أجزاء من أسيا الحظ الأوفر من هذه الضربات ومن هذه الآيات الكونية وإحنا على مدار العام حاولنا نتابع على هذه القناة هذه الأحداث ونحللها من زاوية الدين ومن زاوية أحاديث آخر الزمان والنبوءات التي جاءت لكن في الحقيقة في جانب لم نتكلم عنه خاصة عندما تكلمنا عن الأعاصير التي ضربت أمريكا جانب جديد احنا قلنا إن الوكالات العلمية بتخفي حقائق كثيرة جدا واتفقنا على هذا الكلام وعلى رأس هذه الوكالات وكالة ناسا التي تحاول أن تشيع أجواء غير حقيقية وأن الأمور تحت السيطرة وأنهم متحكمين في كل حاجة وطبعا لا يستطيع أحد أن يخرج عن الإطار اللي بتحطه وكالة ناسا للجميع في كل بلد في مندوب لوكالة ناسا بيسموه المسؤول العلمي أو عضو في وكالة ناسا وبيكرم في كل الدول وهو في الحقيقة اللي بيسيطر على الأوضاع العلمية في الدولة التي ينتمي إليها اتكلمنا وقولنا كذا وعلى مدار العام كنا نتكلم عن النجم زوء الزنب نجم الآيات النجم الطارق نيبيرو كل المسميات لشيء واحد وبينا بالأدلة العلمية التي تتوافق مع الأدلة الشرعية والروايات أن النجم الطارق اقترب وكل التأثيرات اللي حوالينا في العالم من الزلازل والبراكين والأعاصير نتيجة لهذا النجم النتروني صاحب القوة القهرومانة طيسية الشديدة التي تؤثر في أي مكان وقولنا معنى النجم الساقب أنه هو مش هيصطدم بالأرض ولا حاجة وقولنا أنه بيأثر في أي مكان يقترب منه ولو من بعيد لأن الأقطاب المغناطيسية شديدة جداً لا تستطيع الأماكن أن تتحملها ونقلنا تفاعل معادن الأرض مع هذا النجم وتفاعل الحيوانات والطيور الطيور اللي بتتعرض لصدمات كهرومغناطيسية بتتلف الجهاز العصبي تماماً وبيموتوا بطريقة واحدة بأعداد كثيرة وأعداد كبيرة جداً وهذه الأمور تكلمنا عنها كثيراً ولكن محدش سأل نفسه سؤال الشعب الأمريكي أمريكا عاد أستانية السكان اللي فيها إيه موقفهم وإيه رأيهم تجاه هذه الأمور هل الشعب الأمريكي يرى إن أمريكا على وشك النهاية هل الشعب الأمريكي مثلاً ينتظر قدوم نجم الآيات النجم ذوء الزنب وهو عارف إن نهاية أمريكا هتبقى بالطريقة ديت أنا عايز أقولك إن في رسالة جاءتني منذ أيام من شخص مقيم في أمريكا ولا أخفي عليك إن هذه الرسالة تكررت كثيراً في الفترة الماضية جات لي رسائل كتير جداً من مواطنين يقيمون في أمريكا أو أمريكان أصحاب أصول عربية بيتكلموا وبسألهم عن أحوال ونبض الشارع الأمريكي ورأيه إيه في اللي بيحصل من الأعاصير والزلازل والبراكين دعوني أقرأ لكم الرسالة التي جاءتني من أحد المواطنين المقيمين في دولة أمريكا وهو عربي الأصل يقول هذا الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك شيخنا أنا أعيش في أمريكا وأرى أجواء غير طبيعية هناك شتاء وبرد شديد أضواء الكريسماس هذا العام خافته لي أجار أمريكي لم يضيء أنوار الميلاد هذا العام الجميع ينتظر حدث غير معتاد ربما كارثة عايزين نركز في الكلام وفي هذه الرسالة لإني أراها أنا رسالة هامة الجميع ينتظر حدث غير معتاد ربما كارثة بعد أيام قليلة على دخول عام ألفين أتنين وعشرين الذي يبدو أنه عام غير كل الأعوام التي مضت ربنا يسترها علينا جميعا والسلام طبعا هذه الرسالة من شخص يقيم في أمريكا أو شخص أمريكي من أصول عربية هذا الشخص يشعر بما أنه مقيم في أمريكا إن الأجواء غير طبيعية وفي الحقيقة أنا تواصلت معه وسألته قلت له هذه الأجواء أنت فقط تشعر بها؟ ده ممكن يكون إحساس فردي فقال لي الكثير يشعر بحالة من الخوف خاصة بعد الأعاصير التي ضربت أمريكا المواطنين في أمريكا خايفين وينتظروا حدث وكثر الكلام عن الحدث الكوني طبعا لازم تفهم إحنا عاديين في الدول العربية والإسلامية بعيد خالص عن هذه الأحداث وبنحاول نتكلم عن نجم الآيات النجم ذو الزنب اللي موجود في كل الشرائع النجم ذو الزنب موجود في كل الشرائع وفي أخبار عنه في كتب أهل الكتاب فهم عارفينه كويس وأكالة ناسا في التمانينات بدأت تروج عن هذا النجم وكانوا يتكلمون عنه باعتبار أنه هيجي بعد أربعين سنة فكانوا بيتكلموا برحقهم لأن ديت فترة كانوا يرونها بعيدة أول ما بدأ يقترب التاريخ اللي هم حطينه بدأوا ينكروا ما قالوا اللي عايز أقوله إن المواطنين في أمريكا يشعروا بعدم الأمان ويشعروا أن الأجواء هناك غير تقليدية وفعلا الاحتفالات هذا العام حتى هذه اللحظة بأعياد الميلاد وأعياد الميلاد ديت عندهم زي ما احنا بننتظر كده عيد الفطر وعيد الأضحى مناسبة كبيرة جدا الاحتفالات ليست على ما يرام في أمريكا وفي أوروبا ممكن حد يقولي بسبب المتحورات أقوله أمريكا لها وضع خاص جدا فعلا الناس في أمريكا مرعوبين من عام 2022 خاصة بعدما رأوا بأعينهم صور مصغرة للهلاك في الأعصير التي ضربته في الإجمال أريد أن أقول العالم من حولنا يشعر بحالة من عدم الاستقرار لو أنت مش شايف في ختام عام 2021 بعد الأحداث الحافلة في هذا العام لو أنت مش حاسس أن الأمور غير تقليدية يبقى فيه مشكلة كبيرة جدا عندك هذه نظر من عند الله سبحانه وتعالى والله يقول وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون لازم نستعد إيمانيا لأن إحنا في أيام قادمة حاسمة نزعم أنها أيام حاسمة جاهز نفسك إيمانيا الناس بتسأل عن علامات الساعة وعلى رأس هذه العلامات ظهور الإمام المهدي وظهور الإمام المهدي من العلامات التي تمهد للقيامة للحساب وإن وإنت بتسأل عن هذه العلامات افتكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال من مات فقد قامت قيامته افتكر هذا الحديث وافتكر أن أنت حتى لو لم تدرك هذه الأحداث فانت مطالب بحسن العمل لكي يختم لك بحسن الخاتمة حسن العمل يؤهل لحسن الخاتمة والعكس بالعكس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد في الأقوال والأفعال وأن يرزقنا الهداية إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا